مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزي طلاب الصف الثامن في الفصل الدراسي الثاني مع مراجعة عامة بحل تمارين عامة اثنان في البداية أحبث الطلب دعوني نؤكد على الأهداف التي سوف نقوم بمراجعتها لهذا اليوم في البداية إيجاد المساحة السطحية للأسطوانة وإيجاد حجم الأسطوانة إيجاد حجم المخروط ووصف العلاقة بين البيانات في مخطط الانتشار إذن دعونا نبدأ بسؤال ما المساحة السطحية للأسطوانة أدنى استعمل بايد 3.14 لاحظ عزيزي الطالب لدينا أسطوانة طول قطر القاعدة 10 متر والارتفاع 5 متر في البداية نقوم بكتابة القانون لمساحة السطحية للأسطوانة S.A تساوي 2 في باي ضرب R تربيع زائد 2 ضرب باي في R ضرب H وهي تدل على مساحة القاعدتين زائد المحيط المساحة الجانبية وهي محيط القاعدة في الارتفاع محيط القاعدة أي محيط الدائرة نقوم الآن بالتعويض لاحظ أن نصف القطر نصف العشرة هو خمسة إذن نصف القطر سوف يكون خمسة والارتفاع هنا أيضا خمسة إذن 2 ضرب باي ضرب خمسة تربيع التي تدل على نصف القطر زائد 2 ضرب باي ضرب خمسة التي تدل على نصف القطر ضرب الارتفاع وهو أيضا خمسة خمسة تربيع أي خمسة ضرب خمسة ويساوي خمسة وعشرون إذن 2 ضرب باي ضرب خمسة وعشرون وهنا خمسة ضرب اثنان يساوي عشرة لتصبح عشرة باي الآن خمسة وعشرون ضرب اثنان يساوي خمسون إذن تصبح خمسون باي وعلى الطرف الآخر عشرة ضرب خمسة يساوي خمسون لتصبح خمسون باي إذن المساحة السطحية للأسطوانة تساوي مئة باي خمسون باي زائد خمسون باي يساوي مئة باي الآن سوف نقوم بتعويض قيمة باي وهي ثلاثة بوينت أربعة عشر بدلا عن الرمز هنا لتصبح مئة ضرب ثلاثة بوينت أربعة عشر إذن المساحة السطحية للأسطوانة تساوي ثلاثمائة وأربعة عشر متر مربع إذن لاحظ عزيز الطالب لقد بدأنا من قانون المساحة السطحية للأسطوانة إلى أن وصلنا إلى الإجابة النهائية وهي ثلاثمائة وأربعة عشر متر مربع دعونا الآن ننتقل إلى سؤال آخر سؤال إذا علمت أن حجم الأسطوانة خمسون باي متر مكعب ما ارتفاع الأسطوانة أدنى؟ لاحظ عزيز الطالب أن قطر الأسطوانة 10 متر أي أن نصف القطر يساوي 5 متر في البداية نقوم بكتابة القانون حجم الأسطوانة يساوي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع مساحة القاعدة وهي الدلالة بي ضرب أتش إذن باي ضرب أر تربيع ضرب أتش لكن حجم الأسطوانة هو 50 باي ونصف القطر هو 5 ليصبح 5 تربيع ضرب أتش 5 تربيع أي 5 ضرب 5 ويساوي 25 لتصبح 25 باي الآن بالقسمة على 25 باي على طرفي المعادلة 25 باي على 25 باي تبقى أتش على الطرف الأول و50 على 25 يساوي 2 ليصبح ارتفاع الأسطوانة يساوي 2 متر إذن لاحظ عزيز الطالب أننا قمنا باستخدام قانون حجم الأسطوانة وهو في تساوي باي ضرب أر تربيع ضرب أتش عوضنا في وقيمتها 50 باي وعوضنا قيمة أر وهي نصف القطر نصف العشرة يساوي 5 لإيجاد أتش التي تدل على الارتفاع وهي 2 متر دعونا الآن ننتقل إلى سؤال آخر سؤال إذا علمت أن مساحة قاعدة المخروط 3 باي متر مربع ما حجم المخروط أدنى لاحظ أن ارتفاع المخروط هو 10 متر في البداية نقوم بكتابة القانون حجم المخروط يساوي ثلث مساحة القاعدة ضرب الارتفاع مساحة القاعدة دلالتها هي بي ضرب الارتفاع أتش إذن ثلث ضرب 3 باي ضرب 10 لاحظ أن مساحة القاعدة هي 3 باي ليصبح 3 على 3 ضرب باي ضرب 10 3 على 3 يساوي 1 تبقى 10 باي إذن لاحظ أن حجم المخروط هنا يساوي 10 باي متر مكعب لاحظ أننا بدأنا من قانون حجم المخروط وهو ثلث ضرب مساحة القاعدة ضرب الارتفاع الآن وصلنا إلى الإجابة المطلوبة وهي 10 باي متر مكعب الآن دعونا ننتقل إلى سؤال آخر سؤال صف العلاقة بين البيانات في مخطط الانتشار أدنى لاحظ عزيز الطالب لدينا هنا مخطط بيانات يدل على بيانات في موجودة قيم لـ X وبيانات تدل على قيم لـ Y لاحظ يمكننا رسم خط الاتجاه وخط الاتجاه لاحظ أن خط الاتجاه يدل على أن هذه العلاقة تدل على ترابط خطي إذن هذا هو ترابط خطي سالب قوي وهو ترابط خطي سالب لأنه تدل عليه الاتجاه أغلب القيم قريبة أو تكون على نفس خط الخط هذا المستقيم خط الاتجاه بينما أنه ترابط خطي سالب لأنه تتناقص قيم Y بتزايد قيم X لاحظ كلما تزايد قيم X تتناقص قيم Y كيف عرفنا أنه قوي لأن جميع النقاط تقريبا قريبة من خط الاتجاه إلى هنا أحبة الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله وتقبل الله تعاطكم وكل عام وأنتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته